التربية قرب إعلان نتائج السادس الإعدادي بدوره الثاني أكملت وزارة التربية عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة السادس الإعدادي بدوره الثاني للعام الدراسي وستعلن النتائج قريباً معلنة فتح باب الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط بدوره الثاني للعام الدراسي نفسه وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح لام الصباح إنه تم الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة السادس الإعدادي بدوره الثاني للعام الدراسي 2023-2024 بينما بدأت حالياً عملية تدقيق الدفاتر الامتحانية ومن المؤمل اكتمالها بشكل تام مع نهاية الأسبوع الحالي وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتائج السادس الإعدادي فور الانتهاء من عملية التدقيق بشكل مباشر ومن خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة حصراً لافتاً إلى وجود متابعة مكثفة من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات ووزير التربية من أجل إكمالها بشفافية عالية للإعلان عنها رسمياً في سياق ذي صلة أعلن السيد أنه تم فتح باب الاعتراضات على نتائج الدور الثاني لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023-2024 وبنفس لآلية المعتمدة كل سنة مؤكداً أن الاعتراضات تستمر لمدة 15 يوماً بعد موعد إعلان النتائج رسمياً وستكون عن طريق المدارس حصراً ومقابل رسوم بسيطة وتتم متابعتها بالتنسيق بين الإدارة المدرسية والمديرية العامة للتقويم والامتحانات ترجمة نانسي قنقر